خليه بس اروح لقصة انتهاء الدوري انهاء مسابقة الدوري اللي كان تم الاعلان عن من قبل ربطة الاندية طبعا انه هينتهي في 30 يونيو في محاولة لضبط حالة تلاحهم المواسم واللي ترتب عليها مشكلات كبيرة جدا بسبب فكرة قيد الاندية المصرية في البطولات الافريقية المختلفة السنة دي كان تم الاعلان انه سيتم الانتهاء من البطولة الدوري في موعد اقصى 30 يونيو لكن يبدو من الواضح وبالحسابات والوراء والقلم لو حسبتها انه من المستحيل انه يتم الالتزام بالتاريخ ده فبالتالي ربطة الاندية اعلنت انه بحد اقصى هيتم الانتهاء من مسابقة الدوري يوم 15 يوليو 15 سبعا تخد بالحضرتك احنا النهاردة ترتيب جدول الدوري الاهلي في الصدارة وفرق كبير جدا عن المراكز اللي جاء بين بعده يعني اقرب منافسي اعتقد فيوتشر فرق بيننا وبينه 6 نقاط والزمالك اللي هو يعني المنافس التقليدي يعني فرق بينك وبين 11 نقطة لكن الموقف النهاردة اهلي فيوتشر بيرامدز ما قولين بيرامدز ما قولين خد بالك بسم الترتيب ده وبعد كده الزمالك في المركز كان في المركز الخامس ماتشات بكرة مهمة جدا ماتشات بكرة في الدوري صحيحنا فصلين من البطولة الدوري يعني خلينا مركزين في كاس العالم وبعاكد نبقى نرجع نفتح الدوري بس لا خليني اقف مع حتة دي انها مهمة جدا ليه؟ لانه انا توقعي الشخصي انه معاد 15 يولوي ده شبه مستحيل يعني الحسابات الخاصة ومشاركة الاهلي على الاقل الاهلي في بطولات افريقيا وبإذن الله ان شاء الله زي الاهلي معودنا دايما يروح لبعيد بالذات كمان لو قدرنا نوصل لمباراة الدور قبل النهائي في بطولة كاس العالم ووجهنا ريال مادريد اين كانت جدا وصولك لمباراة الدور النهائي ده معنى انك هتلعب اربع ماتشات في بطولة كاس العالم سواء بقى تجاوز ريال مادريد ما تجاوزتوش دي قصة تاني يعني نتمنى ان شاء الله وليه لأ بس يعني في النهاية لو وصلت انك تلعب ريال مادريد وصلت المباراة دور قبل النهاية ده معنى انك هتلعب مباراة رابعة يا اول وتاني يا تلت ورابع تمام وترجع من ده على دور المجموعات في دور الابطال القصة والحكاية والرواية في النهاية انه 15 سبعة بالنسبة للاهلي لو ربنا كربنا في مشوارنا في كاس العالم ومن بعد ان شاء الله في بطولة دوري الابطال اعتقد ان المعدة هيكون تقريبا شبه مستحيل وبالتالي هيكون قصة كل موسم بتتكرر مرة تانية مين الاندالة هتشارك في بطولة دوري الابطال ومين الاندالة هتشارك في الكونفيدرالي هيكون اللجوء في التوقيت ده ايه او يعني في حالة حدوث ده ايه انه نكرر نفس فكرة الموسم الماضي نعتمد على نتائج دور الاول مباريات الدور الاول 17 مباراة الاولى من مسابقة الدوري بكرة الاسبوع 16 فيوتشر تاني الزمالك خامس فيوتشر تاني الزمالك خامس التعادل انتهاء المباراة دي لو خلصت تعادل او خلصت بخسارة فيوتشر معناها انه بنسبة 90% 90% الزمالك بره بطولات افريقيا الموسم اللي جاي كله لا كنفيدرالية ولا دوري ابطال وبالتالي هنا يبقى في الحسابات حسابات انا هنتظر ان طبعا مش هسبقى الاحداث انا هنتظر معكم هنتظر مع جميعنا دي الاهلي الموقف النهائي مع انتهاء مباراة الدور الاول وبعد كده لكل مقام المقال زي ما بيقولوا